قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في بلادنا العقيد الركن ترك المالكي ان ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران اطلقت صاروخا باليستيا من محافظة صنعاء باستخدام الاعيان المدنية لمكان الاطلاق وسقط بعد اطلاقه بمسافة مائة وتسعة وخمسين كيلو متر في محافظة صعدة واضح العقيد المالكي الى استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكاتها وانتهاكها للقانون الدولي الانساني باطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين واكد ان قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الاجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني وحماية الامن الاقليمي والدولي